السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيصل عدد الجامعات في مصر إلى 66 جامعة منها 27 جامعة حكومية و 26 جامعة خاصة ده بالإضافة إلى 4 جامعات أهلية و 3 جامعات تكنولوجية و 6 مؤسسات تعليمية باتفاقيات دولية وقدمنا من قبل فيديو عن أفضل 10 جامعات حكومية مصرية وبناء على طلب حضراتكم فهنتكلم اليوم عن أفضل 10 جامعات خاصة مصرية أهلا بيكم في علومة معرفة ولو دي أول مرة تشوفنا فياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الأشعرات علشان يوصلك كل فيديوهات أهلا بيكم في رحلة البحث عن أفضل 10 جامعات خاصة مصرية قبلتنا مشكلة عدم موجود عدد منها ضمن التصنيف وبعد رحلة بحث مضنية قدرنا نوصل إلى موقع يونيفرستي جورو وهو أكبر موقع عالمي للجامعات وبيعتبر مرجع للجامعات حول العالم وبيضم الموقع أكثر من تقييم للجامعة الواحدة كتقييم يو اس نيوز ومعهد سيماجو وتقييم الكيو اس وتقييم وودمترك وعليه بيتم تقييم وترتيب الجامعات حسب متوسط التقييم النهائي واللي بيدخل فيه عدد من العوامل زي عدد الكليات وعدد الطلاب والطلاب الأجانب والكتب والأبحاث المنشورة ده بالإضافة إلى تقييم الأساتذة والطلاب أنفسهم ومن الموقع قدرنا نوصل لأفضل 10 جامعات خاصة مصرية في الوقت الحالي ونبدأ بالمركز العاشر جامعة 6 أكتوبر وهي جامعة خاصة أنشأت بقرار جمهوري سنة 1996 على مساحة 40 فدان بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة الكبرى والجامعة يعود في اتحاد الجامعات العربية والإفريقية وبيضم الحرم الجامعي أربع مباني تعليمية ومبنى إداري بالإضافة إلى مول ومستشفى جامعي وفندق للطالبات وبتعد جامعة 6 أكتوبر أقدم جامعة خاصة في مصر وبتضم الجامعة 15 كلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات منها كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة والاقتصاد والسياحة والتربية ضب الإضافة إلى برنامج الدراسات العليا بالتعاون مع جامعة القاهرة وبيقع المستشفى التعليمي داخل الحرم الجامعي وهو مجهز بأجهزة طبية حديثة وبه 360 سرير 20 في البيئة منها للأغراض التعليمية حيث يخدم كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وبتحتلق جامعة المركز الـ 31 على مستوى الجامعات المصرية طبقا لتقييم موقع يونيفرستي جورو والمركز الـ 35 طبقا لترتيب معهد سيماجو وفي المركز التاسع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب وتأسست الجامعة في العام 1996 في مدينة 6 أكتوبر بموجب القرار الجمهوري رقم 244 لنفس العام وتعتبر الجامعة مقدم رئيسي للتعليم العالي وفقا للمناهج البريطانية في مصر ويوجد بالجامعة تسع كليات هي كليات الصيدلة وطب الأسنان والتكنولوجيا الحيوية وكليات الهندسة والحاسب الآلي وعلوم الإدارة والفنون والإعلام واللغات وإلى جانب الكليات فالجامعة فيها مصرح كبير بيتسع لألف فرد وكذلك بها عدد من المرافق الرياضية ففيها 6 ملاعب لكرة القدم وملعبين لكرة السلة والكرة الطائرة ده بالإضافة إلى صالة لللياقة البدنية وبتوفر الجامعة درجة البكالوريوس المعتمدة داخل مصر بالإضافة إلى الاعتماد البريطاني من جامعتين جرينيتش وبريتفورتشاير وبتحتل الجامعة المركز الثالث والعشرين على مستوى الجامعات المصرية تبقى لترتيب سيماجو وفي المركز الثامن جامعة مصر الدولية وتأسست جامعة مصر الدولية في العام 1996 في مدينة العبور بمحافظة القليوبية وتقع الجامعة في الكيلو التسعة وستين على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وبتحتل الجامعة المركز التاسع والعشرين على مستوى الجامعات المصرية طبقا لتقييم يونيبيرستي جورو وكمان بتحتل المركز السبعتاشر طبقا لتقييم ماها تسيماجو على مستوى الجامعات المصرية وطبقا للموقع الخاص بالجامعة فقد بلغ عدد الخرجين منها 16 ألف خريج جامع تقريبا وبالإضافة للطلاب المصريين فبيدرس في الجامعة 423 طالب وافد وبيعمل في الجامعة 332 أستاذ جامعي زائر في 6 كليات هي إدارة الأعمال والهندسة وطب الأسنان والإعلام واللغات والصيدلة وفي المركز السابع جامعة فاروس وتأسست جامعة فاروس في العام 2006 بمدينة الأسكندرية وكانت وقتها بتضم 7 كليات وفي عام 2009 تمت الموافقة على إدراج 4 كليات أخرى ليصبح المجموع 11 كلية منها كليات السياحة والفنادق والعلاج الطبيعي والدراسات القانونية والإعلام وكلية الفنون والتصميم وبتمنح جامعة فاروس منح بتتناسب مع عدد الطلب الفعلي في كل قسم علمي في كل كلية بواقع منحة واحدة لكل 100 طالب بحد أقصى 3 طلاب عن كل سنة دراسية وبتحتل جامعة فاروس المركز السامن والعشرين على مستوى الجامعات المصرية على تقييم يونيفرستيجورو وبتحتل المركز الثمنتاشر على تقييم سيماجو وفي المركز السادس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والأكاديمية هي منظمة علمية تابعة لجامعة الدول العربية تقع في مدينة الأسكندرية على خليج أبو قير وبتهدف الأكاديمية إلى التعليم والتدريب والأعمال البحثية وبتعود فكرة الإنشاء إلى العام 1970 بعدما وفقت لجنة النقل في جامعة الدول العربية على إنشاء معهد التدريب البحري الإقليمي حيث بدأت تقديم برامجها التعليمية في العام 1972 وبتقدم الأكاديمية برامجها التعليمية في 14 كلية أبرزها كلية النقل البحري والتكنولوجيا وكلية النقل الدولي واللوجيستيات بالإضافة إلى كلية الإدارة متقدمة وكلية اللغة والإعلام ده بالإضافة إلى وجود كليات الأسار والتراث الحضاري وكليات الزكاة الإصطناعي والهندسة والصيدلة بالإضافة إلى كلية الطب بمدينة العالمين وبتقدم الأكاديمية البحرية منحة خاصة لطلابها بشرط التفاوق الدراسي وكمان بتقدم خصومات خاصة لأبناء العاملين بالحكومة المصرية لفترات طويلة وكمان بتقدم خصومات لعضاء هيئة التدريس وفي المركز الخامس جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا فأصدر مجلس الوزراء المصري في عام 2011 قرارا بإنشاء جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا وفي عام 2014 صدر قرار جمهوري بتخصيص 200 فدان لصالح جامعة زويل في منطقة حضائق الأهرام بمحافظة 6 أكتوبر وكلفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال بناء وتشييد الموقع الجديد للمدينة ولدى جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا أربع تخصصات في مجال العلوم هي الطب النووي وعلم المواد وعلم النانو وفي الزياء الأرض والكوم وفي مجال الهندسة الهندسة البيئية وهندسة تكنولوجيا النانو بالإضافة إلى هندسة الطاقة المتجددة وهندسة العمليات الحيوية وهندسة الفضاء وهندسة المعلومات والاتصالات وتشترك جامعة زويل للعلوم بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في كل طالب يريد أن يتم قبوله للدراسة بالجامعة أولا يجب أن يكون مجموعة طالب متوافق مع التنصيق اللي بتحدده الجامعة بالإضافة إلى اكتياز اختبارات الطايفل أو الآيلتس قبل التقديم أو اكتياز اختبار جامعة العلوم والتكنولوجيا في اللغة الإنجليسية وكمان ينبغي أن يكتاز الطالب جامعة الاختبارات اللي بتحددها الجامعة بعد التقديم وبتكون الاختبارات دي في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء ينبغي أن يكتاز الطالب المقابلة الشخصية واللي بتعقدها الجامعة معه وأخيرا فجامعة زويل بتقوم بقبول العديد من الطلاب من خلال المنح الدراسي رابعا الجامعة البريطانية في مصر وتقع الجامعة البريطانية في مدينة الشروق على مساحة تقدر بـ 40 فتان وتأسست الجامعة في عام 2005 بحضور الأمير وليام والعديد من الشخصيات العلمية البريطانية والمصرية البارزة وبلغ عدد طلاب الجامعة في عام 2021 10921 طالب بالإضافة إلى 312 طالب أجنابي بيدرسوا في 11 كلية منها كليات الحقوق والهندسة والصيدلة وطلب الأسنان وكليات الحاسبات والتمريد واحتلت الجامعة البريطانية المركز العشرين ضمن أفضل الجامعات المصرية للعام 2021 وفقا لتصنيف الـ US News ونشرت الجامعة 195 ورقة بحث علمية في العام 2020 ومن الشروط الواجبة عند التقديم للدراسة في الجامعة البريطانية هي إيجادة اللغة الإنجليزية والحصول على شهادة آيلتس بمجموع لا يقل عن 6 أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة وفي المركز الثالث جامعة المستقبل وتأسست جامعة المستقبل في العام 2006 بوصفها جامعة معترف بها بالكامل باللغة الإنجليزية وبتحتوي الجامعة على أول مستشفى خاص لطب الفم والأسنان في مصر والشرق الأوسط وكمان فيها مصنع جديد للأدوية ومركز للبحوث والتمية وابتقى الجامعة في التجامعة الخامس بالقاهرة الجديدة وبها 6 كليات هي كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والتجارة وعلوم الحاسب ده بالإضافة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبتحتل جامعة المستقبل المركز الـ 22 على مستوى الجامعات المصرية تبقى لتقييم اليونيفرستي جورو وفي المركز الثاني الجامعة الألمانية بالقاهرة وتأسست الجامعة الألمانية في عام 2002 تحت إشراف وزارة التعليم العالي المصرية بالتعاون مع عدة هيئات ألمانية ولغة الدراسة في الجامعة الألمانية هي اللغة الإنجليزية مع وجوب إيجادة اللغة الألمانية حتى مستوى E2-1 وبتقدم الجامعة منح للطلاب المتفوقين وكذلك إعانات دراسية لزور الاحتياجات الخاصة وبيبلغ عدد الطلاب المنتسبين إلى الجامعة 13 ألف طالب وتوجد بالجامعة عشر كليات من أبرزها كليات الأمارة والحقوق والصيدلة ده بالإضافة إلى نظم المعلومات والهندسة وتتميز الجامعة بشكل كبير في الهندسة وعلوم الطبيعة وبتقسم الرسوم المدرسية في الجامعة الألمانية لسلاس فئات وهي A, B, C وبيحصل طلاب فئتين E وال B على منح جزئية حسب معدلاتهم الدراسة واحتلت الجامعة طبقا لتقييم معهد سيماجو المركز 575 عالميا وأخيرا في المركز الأول الجامعة الأمريكية في القاهرة وتأسست الجامعة الأمريكية في القاهرة في ميدان التحرير عام 1919 قبل أن تنتقل إلى مقرها الجديد في القاهرة الجديدة وتبقى للعام الدراسي 2021 فيدرس في الجامعة 6857 طالب من 59 دولة وبيبلغ عدد طلاب الدراسات العليا 1114 طالب بينما يبلغ عدد الأساتذة في الجامعة 616 أستاذ جامعي تقدم الجامعة أبصر من 37 برنامج لدراسة البكادريوس و44 برنامج للدراسات العليا وبرنامجان للدكتوراه وده من خلال خمس كليات وهي كلية إدارة الأعمال وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالإضافة إلى كلية العلوم والهندسة وكلية التعليم المستمر بالإضافة إلى عدد من مركز الأبحاث التابعة للجامعة كمركز دراسات الترجمة ومركز البحوث الاجتماعية ومركز دراسات الشرق الأوسط وكمان مركز الخزيندار للبحوث والنمازج ومن أبرز خارجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة مأمونة عبدالقيوم الرئيس الصادق للمالديف ونبيل فاهمي وزير الخارجية لمصر الصادق ويوسف عبداللطيف جميل مؤسس مجموعة يوسف عبداللطيف جميل وطارق عامر محافظة البنك المركز المصر الصادق كده يكون فيديو النهاردة عن أفضل الجامعات الخاصة في مصر انتهى فلو في عندك أي معلومة حابب تضفها أو في سؤال ياريت تكتبوهن في التعليقات وياريت لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس الأشعارات علشان يوصلك كل فيديوهات مع السلامة